يعني أنا والأخوة في سوريا ديرنا نوقف التأريل تماماً وشلنا الراجل من اللجنة اه عمالنا فيه تأريل قلنا نرى الله يصلح لأن ده مضلل ده راجل مضلل ايه النتائج اللي ممكن كانت تترتب لقدر الله لو طلع حزب تقريره لهو التأريل حقيقة اللي عادين دول واحدة كان جاي بتاع قرار المتحدة من جينيف اللي هو ماسي حول إنسان لما سمع كلامي جئ على الجنب بقى احنا بتغدى كونا بتغدى بص المؤتمر عامل ازاي لما سمع جئ اللي احنا اول مرة يسمع كلام ده احنا في حتة تانية من كده يعني شريط اللي قال اللي انتو زعتوه ده جزء من الكلمة في كلمة قبلها كتير قلت له ما انتم ما بيجوش قال لا احنا طلبنا منكم مكان وانتم ما بديدوش احنا عاوزين نيجي يقول لنا مقر للأممتحدة عندكو في مصر قلت له احنا مسهل ده عالا بس انتم ما تزعوش حقا غلط وخلوا التقارير استقوا تقاريركو من مصادر موسوخ فيها نعم احنا الصحة هنقول صحة والغلط والغلط لكن ما تستقيش من واحد مأجور ولا واحد مضلل ويضللك انت معاه لانه كنت لما تتلقى تأليه زي كده في كله كذب وتدعي انه طالع من برلمان والبرلمان اللي عامله كذاب يبقى انت بتاخد قرار كذب على كذب نعم قال انا متشكل وشكرني وبقالين برضو يعني بنتواصل لو في اي حاجة بتكلم لا مهم انه واحنا بنعلك ده لانه مهم كمان النائب التواصل اه 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 داخل مصر وخارج مصر كمان دور مهم وخاصة دلوقتي ان احنا متعرض ليه يعني حملات رهيبة طول الوقت فايضا دور النائب في الخارج مهم السياسة الخارجية او الدولية او العلاقات مهمة خلي بالك سيد الرئيس الجولات المكوكية لعملها كانت لها اثر في منتال اهمية طول ما هو بيسافر لدول وبيحصل ايه زخم اعلامي وبيقابل رئيس الدولة ويقابل رئيس الدولة ويقابل رئيس الدولة ويطلع بعد كده ستيتمنت اللي قالوه بتحط مصر احنا كنا زمان يعني 2013 و14 وجزء من 15 الناس كانت متصورة ان احنا مثلا في الشارع قتلين اوتل وكله دم وكله اخناقات وكله ارهاب لا احنا لما نساعة تشوف القرارات السوائية غير الصورة شوف او قرارات مفيش مظاهرات كله خشى على الانتاج بطالب العمال تجاب تعالوا بطالب العمال ايه نعمل ايه قعدنا كلنا وبعدين خلي بالك انا عايز اقول سر من اسرار نجاح الرئيس السيسي انه قدر يجمع كل القوة الوطنية يتركوا واحد كلمة تحيا مصر دي جمعتنا كلنا جميع الاحزاب السياسية جميع القوة اللي كانت قبل كده ممكن يعني مأجورة او امتدة لبرة او 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 النهاردة بقت خلاص عرفت ان فيها اين قعدة بترقبها والشعب اللي يقظة بتاع الشعب المصر العظيم ده ادي الدور كبير جدا الشعب مش هنخادق تاني خلاص بقى عنده مناعة ضد الخداع وانه يصدق كلام ونجازيب الرئيس السيسي الحقيقة جمع كل القوة دي كلها في خط واحد هو بناء مصر الحديثة شوف كل الكلام النهاردة كله بصدف على بناء مصر الحديثة الحلم الكبير اللي عاوزين نعمله وده اللي حيجي نسماره وان شاء الله في القريب العاجل بإذن الله برضه هما مصريين لانهم اكتفوا حولين الرئيس وكانوا في ظهره ووسقوا فيه فراغ الانطلق هارف انه الشعب اللي بيحبه ده بيعمله السابورت الكبير ده وبيعشقه فيه في امان امنه كله وامانه كله وحب الشعب اللي بحيط به وربنا ان شاء الله يحفظه ويحفظ بصر بيه نطلع فاصل هنا السيد الرئيس في الأمم المتحدة